السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أحبتي في الله أينما كنتم وطبتم وطب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية العطرة من سيرة سيد الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تحدثت مع حضراتكم في الحلقة السابقة وقلت لكم كيف نظم مالك بن عوف جيش هوازن وكيف قام بإعداد الكمائن للمسلمين وكيف خطب فيهم وكيف حمسهم وكيف استعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجيش هوازن وكيف اغتر المسلمون بكثرتهم ووقع المسلمون في الكمين الذي نصبته لهم هوازن وكيف كان ثبات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واندفاعه في اتجاه العدو وكيف نادى الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين وسرعة استجابتهم له وأعاد تنظيم الصفوف ووقع قتال شرس وكيف نزلت الملائكة من السماء وكيف فرت هوازن وتحقق النصر للمسلمين وكيف تحصنت هوازن في الطائف وترفض الخروج لحرب المسلمين واستخدام المنجنيق والدبابة لأول مرة واعلان تحرير العبيد الذين يخرجون من الطائف والرسول يستشير الصحابة في رفع الحصار عن الطائف وكيف أسلم الثقيف بعد أقل من عام من الحرب ضد هوازن اتجاه الرسول إلى الجعرانة لتقسيم الغنائم ومعارضة الأعراب أثناء توزيع الغنائم وكان هناك عطاء سخيل أبو سفيان زعيم قريش وحكيم بن حزام كيف بر بقسمه حكيم بعد ذلك وكيف تألف قلب الرسول صفوان بن أمية بالعطاء وأسلم بعد ذلك وأعطى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خمسون من زعماء القبائل وعارض الأنصار بقيادة سعد بن عبادة عن توزيع الغنائم وماذا دار بينه وبين الأنصار وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كيف كان موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع قائد جيش هوازن وتكلمت بالأخير أخير الحلقة عن الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحن ياسن الآن السنة الثامنة من الهجرة وقد انتهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من توزيع غنائم حنين في وادي الجعرانة وقلت أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قرر وأعلن أنه بعد فتح مكة سيعود إلى المدينة ولن يضل بمكة لكن قبل عودة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة من الجعرانة توجه الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأداء العمرة وكانت هذه هي العمرة الثانية التي أداها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خرج لأداء العمرة في ذي القعدة من العام السادس من الهجرة لكن منعته قريش من دخول مكة وانتهى الأمر بعقد صلح الحديبية وفي العام التالي في ذي القعدة من السنة السابعة من الهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأداء العمرة وهي عمرة القضاء كما مر معنا وفي ذي القعدة من السنة الثامنة من الهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأداء العمرة من الجهرانة أما العمرة الأخيرة فقد قرنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع حجته وكانت في السنة العاشرة من الهجرة إذن اعتمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث عمرات بخلاف عمرة الحديبية التي أحرم فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليداء العمرة ثم صدته قريش فتحلل من إحرامه هو الصحابة بذبح الهدي والملاحظ أحبتي في الله أن كل عمرات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ذي القعدة وقد فسر العلماء ذلك بأن العرب في الجاهلية كانت تعتبر العمرة في ذي القعدة من أفجر الفجور ففعله الرسول مرات عدة ليكون أبلغ في بيان جوازه وإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية وذهب جميع أهل العلم إلى القول بفضل العمرة في ذي القعدة وقال البعض مثل ابن القيم رحمه الله إلى أن العمرة في ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان وهذا أمر هام ننبه إليه لأنه في بعض البلدان العربية تكون العمرات في مواسم يطلق عليها عمرات المولد النبوي أو مثلا الإسرا والمعراج أو في رجب أو في شعبان أو في رمضان أو العشر الأواخر من رمضان ولا يهتم أحد بتنظيم رحلات العمرة في ذي القعدة فكروا شوية فيها كل عمرات الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذي القعدة زين وربما السلطات السعودية تمنع العمرة من خارج المملكة في ذي القعدة لأن ذي القعدة هو الشهر السابق لذي الحجة حيث لا يظل المعتمر في المملكة ويؤدي الحج بدون تصريح حج ولكن على أي حال من استطاع أن يؤدي العمرة في ذي القعدة فليفعل لأن فضلها عظيم كما قال أهل العلم ومع كل ذلك نقول أحبة الأكارم مع أن العلماء قديما وحديثا قالوا بفضل العمرة في ذي القعدة لأن كل عمرات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت في ذي القعدة نقول أن العمرة الوحيدة التي اختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤديها في ذي القعدة كانت هي عمرة الحديبية أما عمرة القضاء فكانت في ذي القعدة لأن الاتفاق مع قريش أن لا يدخل مكة عامه هذا ويأتي بعد عام وكان مرور العام يوافق ذي القعدة وأما العمرة التي أداها من الجعرانة فكان بعد أن فرغ من حرب هوازن وفرغ من توزيع الغنائم وقبل أن يعود إلى المدينة ووافق ذلك ذي القعدة دون تعمد لأداء العمرة في ذلك الشهر إذن العمرة الوحيدة التي اختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤديها في ذي القعدة كانت هي عمرة الحديبية وهي التي أحرم بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يؤديها وهذا لا يثبت فضلا لذي القعدة عن غيرها من شهور العام ولعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تعمد أن تكون في ذي القعدة حتى يبطل هذا الاعتقاد عند العرب أن العمرة في ذي القعدة من أفجر الفجور لاحظتم الآن؟ الله تعالي يرضى عنكم أنا قلت لكم دائما خلونا يعني نقرأ بالسيرة ولا بد أن يكون هناك فهم وإسقاطات على الواقع الله يبارك فيكم لم يحج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا العام وإنما حج بالمسلمين أمير مكة الذي يعينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد فتح مكة وهو عتاب ابن أسيد وقد أخذ الإمام الشافعي من ذلك أن الحج على التراخي يعني يمكن أن يؤخر الحج مع القدرة عليه لكن ليس معنى هذا أن يؤخر سنوات حتى يتقدم الإنسان في السن ويفقد القدرة على الحج بينما عند أبو حنيفة ومالك وأحمد الحج على الفور عند القدرة عليه من أحداث السنة الثامنة من الهجرة في شهر ذي الحجة من السنة الثامنة من الهجرة ولادة إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من زوجته ماريا القبطية والتي أهداها إليه المقوقس ملك مصر لم ينجب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أي من زوجاته سوى من السيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة ماريا بالرغم من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج 11 مرة وبالرغم من بعض زوجاته كنا في سن صغير مثل أمنا عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها وزينب بنت جحش رضي الله عنها وجويريا رضي الله عنها وصفية رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها وأم حبيب رضي الله عنها فكل هؤلاء كنا في سن تسمح بالإنجاب لذلك عندما ولد إبراهيم فرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فرحا شديدا حتى أن الذي بشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بولادة إبراهيم عبد عنده اسمه أبو رافع فأعتقه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتنافست نساء الأنصار في إرضاعه وعق عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم السابع وحلق شعره وتصدق بوزنه فضة وأمر أن يدفن شعره وسماه إبراهيم وقال سميته باسم أبي إبراهيم ومات إبراهيم بعد ثمانية عشر شهرا من ولادته يعني بعد سنة ونص ليكون ذلك حلقا في سلسلة الإبتلاءات التي مر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا بعد سنة ونص دخل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابنه إبراهيم في حجر أمه يجد بنفسه فأخذه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه في حجره وقال يا إبراهيم إنا لا نغني عنك من الله شيئا ثم ذرفت عينه وقال يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وأن آخرنا سيلحق أولنا لا حزن عليك حزنا هو أشد من هذا وإن بك يا إبراهيم لمحزونون تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب في العام الثامن من الهجرة احنا الآن في أحداث السنة الثامنة من الهجرة في العام الثامن من الهجرة توفيت السيدة زينب رضي الله عنها أكبر بنات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهي الابنة الثانية التي توفيت بعد وفاة السيدة رقية في السنة الثانية من الهجرة وبعد تذكرون الحلقات لا تنسوا وبعد وفاة ابنائه الذكور من السيدة خديجة قبل البعثة القاسم وعبد الله ثم وفاة زوجته الحبيبة السيدة خديجة رضي الله عنها وستموت بعد ذلك العام ابنته الثالثة السيدة أم كلثوم ثم يموت ابنه إبراهيم وهكذا كانت حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سلسلة من الابتلاءات وكما قال العلماء إن الدنيا ليست ثوابا لمؤمن ولا عقابا لكافر في العام الثامن من الهجرة تم عمل منبر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبكى جذع النخلة الذي كان يخطب عليه أو إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة إلى جذع نخلة فقال له الناس يا رسول الله قد كثر الناس وإنهم يحبون أن يرواك فلو اتخذت منبرا تقوم عليه فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن شئتم فلما صعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المنبر صحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضمها إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن والقصة في صحيح البخاري وسمعها جميع الصحابة يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعتها وأنا في آخر المسجد لا إله إلا الله في العام الثامن من الهجرة تنازلت السيدة أمنا سودة بنت زمعة عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنهما فمن عدله صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل لكل زوجة من زوجاته يوما فحتى لو كان قلبه صلى الله عليه وآله وسلم مع السيدة عائشة أو السيدة زينب بنت جحش أو السيدة ماريا القبطية فليس معنى هذا أن يعطي أي واحدة يوما أكثر من الأخرى وكانت السيدة سودة متقدمة في السن فقد كانت قد بلغت ستة وستين عام وانقطعت رغبتها في الرجال فعرضت على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تهب يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها لعلمها أن السيدة عائشة هي أقرب زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى قلبه كما قالت السيدة عائشة نفسها في حديث رواه البخاري تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الهجرة وجاءت السنة التاسعة من الهجرة وهذا العام أطلق عليه عام الوفود ليش؟ لأن الوفود جاءت إلى المدينة من كل مكان في الجزيرة العربية لماذا؟ لتعلن الإسلام وتبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسبب أن كل القبائل العربية كانت تنتظر ما الذي ستسفر عنه المواجهة بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين قريش وكانوا يقولون ماذا؟ إن ظهر على قومه فهو نبي فلما كان فتح مكة ثم بعده مباشرة الانتصار الساحق على قبائل هوازن وقلت لكم أنه قد جمعوا أكثر من خمسة وعشرين ألف مقاتل وهذا أكبر عدد يحدث في الجزيرة العربية زين؟ وقوية جدا هوازن بعد هذا الانتصار الساحق للمسلمين عليهم جاءت كل القبائل وأسلمت بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عام الوفود أي سنة السنة التاسعة للهجرة من أحداث السنة التاسعة أيضا المهمة غزوة تبوك وهي آخر الغزوات غزوة شوف غزوة وهي آخر الغزوات التي خرج فيها الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طبعا أنا ما رح أتكلم الآن عن غزوة تبوك رح أخليها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى لكنه رح أتناول لأنه تحتاج منه وخفة وما رح أخليها مقطعة والآن رح أتكلم على بعض السراية التي أرسلها الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرية عيينة بن حصن الفزاري أول أحداث السنة التاسعة من الهجرة هو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث أحد الصحابة وهو بشر بن سفيان لأخذ صدقات بني كعب فعطوه الصدقات لكن بني تميم وكانوا إلى جوارهم قالوا لهم لما تعطونهم أموالكم فقالوا لهم نحن أسلمنا ولا بد في ديننا من أخذ الصدقة فقال لهم بني تميم والله لا ندع يخرج بعير واحد واجتمعوا وأشهروا السلاح فلما رأى بشر بن سفيان ذلك عاد إلى المدينة وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الفور سرية قوامها خمسون فارسا وجعل عليهم عيين بن حصن الفزاري فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى هجم على بني تميم وأخذ منهم أحد عشر رجلا وواحد وعشرين امرأة وكان مع النساء ثلاثين طفل وجاء بهم إلى المدينة وحبسوا في أحد البيوت فجاء في أثرهم وفد منهم عددهم ثمانون وفيهم رؤساؤهم فلما رأوهم بكى إليهم النساء والأطفال فدخلوا المسجد وكان بلال يؤذن لصلاة الظهر والناس ينتظرون الصلاة فجاءوا من وراء حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا ينادون بصوت جاف يا محمد أخرج إلينا لأن حجرات زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت حول المسجد وهم لا يعلمون في أي حجرة فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فبدل من أن ينتظروا خروج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لن يتأخر عليهم لأن بلال قد أذن للصلاة وقفوا في وسط المسجد وأخذوا ينادون بأصوات عالية جافة يا محمد أخرج إلينا صلى الله عليه وآله وسلم فخرج الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقد تأذى من صياحهم ونزل في ذلك قول الله تعالى في سورة الحجرات ها شوفوا الآن أحفظوا شلون الآيات نبدأ نفهمها قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ثم صلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الظهر وجلس إليهم وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وبقوا في المدينة مدة يتعلمون الدين والقرآن ثم رد إليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسراهم ونساءهم وأعطى كل واحد منهم مالا ثم رجعوا إلى ديارهم يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآيات التي نزلت في أول سورة الحجرات فيها توجيه للمسلمين إلى الأدب مع الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال العلماء أنه يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم بل وفي مدينته بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم كما كان يكره في حياته احتراما وتوقيرا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتعلم المسلمون أن هذا الأدب الرفيع ليس مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقط ولكن أيضا مع كل أستاذ عالم يقول أبي عبيد العالم الزاهد ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه كان من ضمن هذا الوفد أحبة الأكارم الأقرع بن حابس وكان من سادأة الجاهلية وحدث أن قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه وعنده الأقرع بن حابس وكان الحسن بن علي عمره خمس سنوات فقال الأقرع بن حابس إن لي عشر من الولد ما قبلت منهم أحدا والأقرع بن حابس يقول هذا ويفتخر أن له عشر أولاد ولم يقبل أحد منهم أبدا ويرى أن هذا من الرجول لأن البيئة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم البيئة العربية كانت ترى رحمة الصغير لونا من ألوان الضعف التي لا تليق بالرجال فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من لا يرحم لا يرحم ولو وضع كل واحد منه أحبة الأكارم هذا الحديث نصب عينيه لا استقامة الحياة في المجتمع ولو وضع كل مسؤول هذا الحديث من لا يرحم لا يرحم على مكتبه لتغير شكل المجتمع كله سرية أخرى سرية قطبة بن عامر وقدوم وفت قبيلة عذرة في شهر صفر من السنة التاسعة من الهجرة بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سرية قوامها عشرون رجلا إلى قبيلة خثعم في جنوب شرق المدينة وأمر عليهم قطبة بن عامر وفي الطريق أسروا رجلا واستجوبوه ولكنه أخذ يصيح حتى يحذر قومه فقتلوا ثم لما جاء الليل شنوا الغارة على القوم وحدث قتان شديد بين الفريقين حتى كثر الجرح بين الفريقين وقتل البعض وكان ممن قتل من المسلمين قطبة بن عامر قائد السرية وانتصر المسلمون وسقوا من أنعامهم ونسائهم ثم تبعهم ناس من خثعم لكن جاء سيل حال بين الفريقين حتى وصل المسلمون إلى المدينة في نفس الشهر شهر صفر من السنة التاسعة من الهجرة قدم وفد قوامه تسعة عشر رجلا من قبيلة عذرة وأسلموا وبشرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفتح الشر في الشهر التالي وهو شهر ربيع الأول من السنة التاسعة بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جيشا إلى بني كلم في شمال غرب الجزيرة العربية وجعل عليهم الضحاك ابن سفيان الكلابي وفلقوهم في مكان اسمه الزج ووقع قتال بين الفريقين وانتصر المسلمون في نفس الشهر شهر ربيع الأول من السنة التاسعة من الهجرة قدم وفد قبيلة بلى فنزلوا على رويفاع بن ثابت البلوي فقدم بهم على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله هؤلاء قومي فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بك وبقومك ثم أسلموا فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار الحمد لله الذي هداكم للإسلام فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار ثم قال له أبو الضبيب شيخ الوفدي يا رسول الله إن لي رغبة في الضيافة فهل لي في ذلك أجر قال صلى الله عليه وسلم نعم وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدق قال يا رسول الله ما وقت الضيافة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدق ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجك قال يا رسول الله أرأيت الضل من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض قال صلى الله عليه وسلم هل لك أو لأخيك أو للذئب يعني خذها تكون عندك ترعاها حتى تجد صاحبها فإذا لم تجدها تجد صاحبها يعني صاحب الغنم فهي لك ولا تتركها فيأكلها الذئب ويضيع المال هي لك أو لأخيك أو للذئب يقول رويفع ثم قاموا فرجعوا إلى منزلي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي منزلي يحمل تمر فقال استعم بهذا التمر يقول رويفع فأقاموا ثلاثا ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بلادهم إذن هذه الوفود التي كانت تأتي إلى المدينة كانت هامة جدا لأن هذه الوفود تأتي وتسأل عن الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بنفسه ويعلمهم الدين والقرآن وقد يعطيهم توجيهات خاصة صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع الآخر شهر التالي اللي بعد ربيع الأول ربيع الآخر من السنة التاسعة من الهجرة بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة نزلوا جدا فبعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة من الصحابة فهربوا منه وفي هذه السرية كان عبد الله بن حذافة أميرا عليهم وكان يحب المزاح فقال لهم أليس لي عليكم السمع والطاع قالوا بلى وكانوا قد أوقدوا نارا فقال لهم فإني أعزم عليكم إلا تواثبتم في هذه النار فقام ناس ليثبوا في النار فضحك وقال إنما كنت أمزح معكم فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه يعني إذا مثلا خرج أمير في سرية وهذا الأمير أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه الطاعة بالمعروف الطاعة بما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية علي بن بي طالب إلى طي في شهر ربيع الآخر أيضا في السنة التاسعة للهجرة أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علي بن بي طالب رضي الله عنه وأرضاه ومعه 150 رجلا من الأنصار إلى قبيلة طي وكان هدف السرية هو هدم صنم طي وكان من الأصنام المشهورة في الجزيرة واسمه الفلس هكذا ممكن أنه تقرأ الفلس فشن عليهم المسلمون الغارة مع الفجر وهدموا صنمهم الفلس واصطحبوا معهم أنعام كثيرة وسبي وفرق قائدهم عدي بن حاتم الطائي إلى الشام وكان من ضمن السباية ابنة حاتم الطائي وأخت عدي بن حاتم واسمها سفانة أو سفانة بنت حاتم الطائي فلما جاءت المدينة وقفت بين السبي وجاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقالت له يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي قومي وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم الطائي فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلم لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق فقام أبو برد بن دينار فقال يا رسول الله الله يحب مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفس بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا عزيز قوم من ذل وغنيا افتقر وعالما ضاع بين جهال وبعد أن منى عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لها علي بن بي طالب سليه الحملان فسألته فأعطاها ما تركبه لم تعد سفانة بنت حاتم الطائلة ديانيا وإنما توجهت إلى أخيها عدي بن حاتم بالشام وقالت له لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها وقد رأيته يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير وما رأيت أجود ولا أكرم منه وإن يكن نبيا فلسابق فضله وإن يكن ملكا فلا تزال في عز ملكه استجاب عدي بن حاتم إلى أخته وتوجه إلى المدينة ودخل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد وهو يظن أنه سيلقى ملكا يقول فسلمت عليه فقال صلى الله عليه وآله وسلم من الرجل قال عدي بن حاتم فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ بيده وتوجه به إلى بيته فلقيته إمرأة ضعيفة متقدمة في السن فاستوقفته فوقف معها طويلا تكلمه في حاجتها فقال عدي ليس هذا من فعل الملوك ثم قال دخل بيته فتناول وسادة فقذفها إلي وقال اجلس على هذه قال عدي بل أنت قال صلى الله عليه وآله وسلم بل أنت يقول عدي فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض ثم عرض عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام وأسلم عدي بن حاتم في السنة التاسعة من الهجرة وصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خبر في غاية الخطورة وهو أن الإمبراطورية الرومانية قد أعدد جيشا ضخما لغزو الجزيرة العربية وأن هذا الجيش قد اجتمع في الشام قرر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فورا الخروج لقتال الروم وما الذي حدث هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون حديثنا إن كان في العمر بقية في الحلقة القادمة أحبتي في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يجعلنا نقتدي ونتأسى بخلق الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حسن الخلق اسمعتم؟ الله تعالى يرضى عنكم حسن الخلق الله بارك فيكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته